شيعت باكستان جثامين جنودها الـ 24 ومن بينهم ضابط برتبة رائد الذين قضوا السبت في قصف مروحيات تابعة للحلف الأطلسي عبر الحدود مع أفغانستان وزيرة الخارجية الباكستانية نقلت لنظيرته الأمريكية في اتصال هاتفي مشاعر الغضب العميقة التي تسود كل باكستان مؤكدة أن هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق لأنها تخالف القانون الدولي وتنتهك السيادة الباكستانية وكانت مروحيات أطلسية آتية من أفغانستان قد قصفت فجر السبت نقطة تفتيش عسكرية باكستانية في منطقة موهامند القبلية في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية وعلى الفور ردت إسلام أباد على الهجوم القاتل بإغلاق حدودها أمام عبور الإمدادات إلى قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان كما احتجت بأشد العبارات لدى الحلف الأطلسي والولايات المتحدة